موسيقى مساء الخير من الجديد مكملين معاكم فقرات اكسترا تايم وفي حلقة الليلة رح نستكمل حديثنا عن استعدادات وتحضيرات أندية المحترفين للموسم الكروي الجديد حديثنا اليوم رح يكون عن نادي الأصالة مع ضيوفنا رئيس النادي السيد وليد العدوان مساء الخير سيد وليد مساء الخيرات أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا وكمان رح يكون معانا المدرب العام للفريق الكابتن ظاهر السردي أهلا وسهلا كابتن أهلا وسهلا خير شرفتونا بوجودكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا إذن بدايتنا رح تكون مثل معودناكم دايما مع سؤال شارك سؤالنا للليلة بيقول هل الأصالة قادر على الثبات في دوري المحترفين في الموسم المقبل الإجابة الأولى نعم الإجابة الثانية لا طبعا بإمكانكم التصويت بالإجابة على هذا السؤال عبر تطبيق رؤية سؤال شارك الخاص ببرنامج إكسترا تايم والتصويت مستمر حتى نهاية الحلقة سيد وليد شو رأيك بسؤالنا للليلة؟ والله سؤال أكيد سؤال واقعي وإن شاء الله نتيجة نأخذها بنهاية البرنامج ورح نتقبل النتيجة بكل روح رياضية أنت ما عندك أي توقعات لأي؟ لا والله أنا متفائل جدا تمام من واقع الاستعدادات التي أجريناها مسبقا نعم متفائل جدا بالثبات وإن شاء الله يعني طموح ضمن الواقع سيكون ولكن لن يكون أقل من المنتصف إن شاء الله إن شاء الله كابتن ظاهر من الناحية الفنية أنت باعتقادك هل الأصالة قادر على الثبات؟ أول شي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نحن طموحنا المعلن لهو الثبات ممكن يتغير معنى الطموح حسب المنافسين بالدورة أو حسب قوة المنافسة أو ضعف المنافسة نعم الثبات احنا اشتغلنا مع الثبات عنا الأسماء اللي باستطاعتها الثبت النادي عنا لاعبين عنا محترفين بإذن الله جهاز فن بقية الكابتن عبد الرحمن الدريس قادرين بإذن الله على الثبات إن شاء الله إذن خلونا ندخل بأجواء الحلقة بتقرير عن نادي الأصالة ونرجع لنكمل حديثنا الوافد الجديد والفريق المجتهد الذي جد وتعب من أجل الوصول إلى نقطة الانطلاق قال وهي دور المحترفين بالتأكيد حديثنا عن نادي الأصالة الذي وصل للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه وضعا أمامه طبوحا كبيرا لأن يكون رقما ثابتا في الموسم المقبل الأصالة سيكون هذا الموسم مع أكبر تحدي له في مسيرته الرياضية عندما يدخل معركة الاحتراف الكروية بعدما تخط بطولات الدرجات الثانية والثالثة والأولى وصولا إلى مبتغاه مما يجعله مطالبا بالصمود أمام المد الاحترافي الذي عصف بالكثير من الأندية ويجد المتابعون أن هناك تفاؤلا كبيرا بتقديم الأصالة عروضا قوية هذا الموسم والذي يعد الأول له في المحترفين بعد عمله الكبير في دور الدرجة الأولى للموسم الماضي وأيضا مؤازرة جماهيره له التي حضرت بقوة في الموسم الماضي واستطاعت أن تكون صاحبة الكلمة على المدرجات في الطريق لتحقيق الحلم بالوصول إلى الأضواء من ناحية الفنية لازل الفريق مجهول الهوية للفرق في المحترفين لكنه سيحافظ على نكهة الإنجاز بالبقاء على المدير الفني السوري عبد الرحمن إدريس الذي قاد الفريق إلى المحترفين الفريق باشر إعداده للموسم الجديد بتدريبات يومية وأيضا بخوض لقاءات ودية مع أندية المحترفين للوقوف على الجاهزية الفنية قبل بدء المنافسات إدارة النادي أعلنت حالة الطوارئ في كافة الكوادر لأجل تأمين كافة المتطلبات لإنجاح مهمة الفريق في المرحلة المقبلة وضرورة ضمانة لاستقرار المالي والإداري والفني في تجربة الأولى في دور المحترفين أبرز ما يميز عمل إدارة الأصالة العمل بهدوء وصمت لتكون تحركات النادي بشكل هادئ وخاص الأصالة اسم يبحث عن الوصول لأبعد مداف الكرة الأردنية وتتويج تعب السنوات السابقة في الموسم المقبل ليكون الموسمة الافتتاح في المحترفين نقطة التحول التي ستنقل النادي إلى النجاح الأكبر إذن سيد وليد هذا الظهور سيكون الأول لنادي الأصالة في دور المحترفين أكيد الطموحات كتير كبيرة بالنسبة للإدارة وأكيد لجمهور النادي ابتداء الحمد لله رب العالمين إحنا لو أجينا نرجع للخلف قليلا نادي الأصالة قبل خمس أعوام كان مصافة الدرجة الثالثة نعم والحمد لله رب العالمين من خلال التخطيط السليم والتعاون والتكامل فيما بين الإدارة والجهاز الفني والإداري استطعنا خلال خمس سنوات أن نعد خطة نصل من خلالها إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة والحمد لله وفقنا في هذا العمل وكان هناك عمل شاق وعمل مذني وإن شاء الله وصولنا هذا سيعطينا حافز أكبر لمدى أبعد من ذلك طبعا الطموح المعلن كما تفضل الأستاذ الكابتن ظاهر السري الطموح المعلن هو الثبات ولكن لدى النادي طموحات أكبر بإذن الله تعالى حسب واقع الدوري في هذا العام ونحن نلاحظ أن الدوري في هذا العام سيكون إن شاء الله وحسب واقع الحال والقراءة سيكون دوري مشتعل بإذن الله تعالى منافسة قوية منافسة ستكون قوية والحمد لله رب العالمين إحنا من خلال الاستقرار الفني وثقتنا الكبيرة بالكابتن عبد الرحمن إدريس الكابتن السوري عبد الرحمن إدريس الذي درب خارج الأردن وداخل الأردن العديد من الأندية الكبيرة نعم فنحن نؤكد على الصلاحية الكاملة والمطلقة له في إدارة شؤون اللاعبين والأمور الفنية في الملعب نعم إذن كابتن ظاهر خلينا نحكي عن الاستعدادات الفنية للفريق أنت كيف بتشوفها بالنسبة للدخول في معترك دوري المحترفين إحنا بلشنا استعداد الموسم هذا بدري إحنا أغلب لعبيتنا لعبوا معنا بالدرجة الأولى كملوا معنا للمحترفين بلشنا تقريباً شهر أربع استقطبنا أسماء وطبعاً عندنا الأسماء اللي لعبت معنا بالأولى لعبة بالمحترفين عندنا أسماء لعبة بالمحترفين وأنجزة بالمحترفين عندنا أحمد مرعي عندنا سامي ذيبات يحيى جمعة نعم محمد العدوان عدائي المومني ليث الفايز اللهم يصلى على سيدنا محمد ساد الدبوب استقطاب أخير عندنا لاعب إن شاء الله بالأيام القليلة القادمة تم منها مش راح قدر أصرح عنه ثلاث محترفين حصري بصرح للقناتك بصلوا يوم الثنين نعم لعبين دوليين محمد أبو زينب من نادي الوحدة وأحمد مرعش من نادي مصفاة بنياس ومحمد شعبان من نادي بنياس نعم إن شاء الله يوم الثنين بصلوا إن شاء الله يعني في عدد منيح من اللاعبين عندهم خبرة وعندهم معرفة بدوري المحترفين بالظبط اللاعبين اللي عنا نقول 70% من هم لعبين محترفين نعم والحمد لله رب العالمين اللي داره نحن ما بنحب بنحكر دائما بالوجه بس أستاذ وليد هيئة كل شيء دعم ما قصر أستاذ وليد جوز المشكلة المشكلة اللي هي ع كل الأندية كانت مشكلة الملاعب نعم وإن شاء الله الحمد لله بهمت أستاذ وليد نحل لك رح تنحل إن شاء الله بهاية المناسبة أنا حاب أقدم شكر جزيل لدكتور هيثم أبو خديجة رئيس جامعة العلوم التطبيقية الخاصة على التعاون التام فيما بين نادي الأصالة ومعه شخصيا ومع جامعة العلوم التطبيقية بشكل خاص على السماح لنا بالتدرب على ملعب النادي في أي وقت والحمد لله رب العالمين وفقنا في هذا الملعب ومن خلال السماح لنا بأخذ كافة الصلاحيات والأريحية على أرضية الملعب نعم استطاعنا أن ننتقل إلى نقلة نوعية مع وجود مشاكل على الملعب داخل الأردن نعم نحن نعلم أنه بما أنه فتنا بموضوع الملعب ومشكلة الملعب أنتو كنادي شو رأيكم بالمشكلة سواء الملعب الرسمية أو الملعب التدريبية هي مشكلة قائمة فعلا يعني ما حد ينكرها المشاكل اللي نعاني منها منذ سنوات هي مشكلة وجود الملعب نعم ولكن كأس العالم للسيدات رح يحللنا جزء كبير من المشكلة لأنه رح يعملوا تطوير وأعتقد بدأوا بكثير من الملعب نعم حتى يتم تطويرها من أجل كأس العالم ولكن هذا التطوير سيأكل سيؤتى ثماره وينعكس على الأندية كافة ولكن المشكلة في الملعب سوء توزيع الملعب ولغاية الآن والاختيارات غير مناسبة وغير كافية حتى توزع بشكل عادل على مناطق على شميع الأندية يعني احنا منطقة شفة بدران مثلا نادي الأصالة شفة بدران موجود في منطقة شفة بدران شفة بدران تفتقر إلى ملعب نادي الأصالة شفة بدران يخدم مناطق تلاع العلي اجبيها اصويلح شفة بدران ابو نصير لغاية شفة بدران نعم كل المناطق هذه لا يوجد ملعب تدري abundante يعني لو لا وجود ملعب جامعة العلوم التطبيقية وأعتقد أنه فيما بعد ممكن يكون فيه عليه بعض الفعاليات ممكن يكون الأمر غير مريح بالنسبة للجامعة أو إلنا إحنا ولكن إحنا نطالب ونناشد أمانة عمان الكبرى نادي الأصالة هو نادي وطن إلو حق زي أي نادي بالوطن أنه يكون له ملعب لا نطالب إذا لا يوجد أرض فيه شفى بدران أي منطقة قريبة على شفى بدران من حقنا زينا زي أي نادي أخذ أرض نأخذ أرض وهذا نادي لدينا كرة قدم ولدينا في النادي ألعاب قوة حوالي 120 لعب ألعاب قوة في نادي الأصالة وفريق وخمس فئات عمرية يعني ما بين الفريق الأول تحت سن 14 أربع فئات عمرية إضافة للفريق الأول يعني هاي كلها فرق تتدرب إحنا الآن الفرق الفئات العمرية تتدرب في منطقة الزرقاء لعدم وجود ملعب صحيح فعندنا إشكالية بموضوع الملعب وسوء توزيع الملعب اختيارات كانت يعني غير مناسبة حتى المناطق اللي يختير فيها ملعب هي مزدحمة بالسكان كمان يعني في مناطق ممكن مش مناسبة لوجود ملعب أبعد شوي لكن ممكن أنه تكون متسعة أكثر تنظيميا نعم كابتن ظاهر رأيك بشكل سريع بمشكلة الملعب ممكن إنها تأثر هلأ حالياً الأرب الموسم يبدأ والملاعب مش متوفرة يمكن بالطريقة المفروض إنها تكون موجودة فيها أو لجميع الأندية المشكلة لكأس العالم للسيدات راح يحل المشكلة يعني هي مشكلة مؤقتة لا مشكلة مؤقتة يعني إحنا أغلب الأندية نصرف عندها ملاعب خاصة إلها نعم أندية المحترفين كاملة يعني حتى أندية الأولى إلها أندية ملاعب خاصة إلها جزهوه نادي الأصالة اللي حكى عنه أستاذ وليد بحاجة ملعب نعم هذا اللي بنقصنا بالوقت تنحل الملعب إذا إجاء الملعب تنحل المشكلة تنحل مش مشكلة كبيرة أكيد أكيد إن شاء الله بتنحل عن قريب سيد وليد في أندية كتير صعدت من الأولى وحققت إنجازات في دور المحترفين هل هذا الأصالة مخطط معين ليكون ضمن الكبار في المستقبل والله حتى نكون واقعياً للتسهيل على رب العالمين ولكن نحن مطلوب مننا أن نعمل وسنعمل لهذه الغاية إن شاء الله نعم بس مش زي في التقرير بسرية خطة سرية لا لا أحنا ليس خطة سرية ولكن يتطلب الأمر في أول سنة وضعنا رجلنا في دور المحترفين أن يكون هناك خصوصية خاصة نعم قد تكون نوع من التكتيك الفني نقدر نسميها تعود إلى الجهاز الفني ونصر الجهاز الفني ما شاء الله للعام الثالث على التوالي نحن مستقرون على هذا الجهاز الفني الرائع أنا سميه لأنه فيه تكاملية فعلية فيه تفاهم ما بين الإدارة وما بين الجهاز الفني فيه صلاحيات كاملة للجهاز الفني وهو ناجح باختياراته لعناصر الفريق حتى الآن ضمن إمكانيات النادي نعم يمكن الاستقرار الفني كمان بعطي أريحية لللاعبين ما فيه تغيرات كثير بتصير عليهم فبيكون اللاعب يمكن بعطي أحسن ما عنده كابتن ظاهر خاض طبعا نادي الأصالة عدد من المباريات الودية انت برأيك هل لبت الطموح للوقوف على جهزية اللاعبين لعبنا مع عدة مستويات لعبنا مع شقانة بنادي ذات راس تعدلنا واحد واحد احنا ما بنلد عن نتيجة أول شيء بمباريات الودية لها أهداف يعني مباريات ما بنلعبها لفوز وخسارة ممكن مباريات تكون فائز بيها لدقيقة الثمانين وأبدل بدي أشوف لعيبة حتى لو فائز لعبنا مع الحسين شفنا مش الفوارق الكبيرة بيننا وبين أندية جابت أسماء ثقيلة أو أنها صرفت مصاريف كثيرة بالمحترفين هذا مش مقياس أني أقول هذا مستوى فلان أو مستوى واحد أي نادي بدون ذكر أسماء أني أقول هذا مستوى لا المستوى لقدام رح يتطور أكيد بس أنا مستوىي إن شاء الله مطمن إن شاء الله إن شاء الله سيد وليد الأزمة المالية دائما بتشكل عائق بالنسبة لأندية المحترفين كيف سيتعامل الأصالة مع الوضع المالي في الموسم المقبل طبعا كما ذكر أخي ظاهر إنه إحنا استعدين مبكرا والاستعداد المبكر كان له ضريبة مادية كبيرة جدا تحملها النادي نعم طبعا روافد الدخل بالنسبة للنادي هي جهود شخصية فقط لا غير لا يوجد استثمارات للنادي نعم نأمل في المستقبل إذا ما كان هناك قطعة أرض للنادي سننشئ عليها استثمارات فعلية اللي ممكن تغطي جزء من التكاليف فإحنا بدأنا بالاستعداد من شهر أربعة من بداية أربعة للآن تكاليف السابقة جميعها تحملها النادي بدأ الاتحاد يدفع الأندية مستحقات محددة من هذا الشهر نعم شهر الثمانية ولكنها مع أي نادي بأندية الممتاز لا تلبي الطموح للأمانة لأنه ما فيه أي نادي إلا يحط فوقيها يمكن عشر أو خمسة عشر ألف دينار حتى يكون فيه رواتب يسدد رواتب اللاعبين والجهاز الفني إضافة إلى هناك مصاريف إدارية بالنسبة أو للجهاز الفني مصاريف لبس لاعبين تجهيزات أدوات تدريبية حجز ملاعب أحيانا نضطر لها أمور كثيرة فهذه كلها كان لها تكلفة بالفترة الفائدة كبيرة على نادي الأصالة يعني المبلغ المخصص أو على أي نادي المبلغ المخصصة ما بتغطي إلا النادي يدفع حقيقة إحنا كنا متوقعين توقعات واشتغلنا ضمن إمكانيات المحدودة ولكن لا يمكن أن نحدد الإمكانيات فعلا حسب ما نوخذ من اتحاد كرة القدر نعم يعني بحاجة لدعم أكبر من اتحاد كرة القدر إذا نركن عليها فقط لا يمكن أنها تلبي الطموح أو أنه ممكن تطور بالنادي أو أنه ممكن أنه يزيد عليها مبالغ بسيطة مثلا لا هناك في مقدمات عقود لعبين ومدربين واستخطاب استخطاب محترفين مستلزمات متميزة نعم عن ما كنا فيه بالدرجة الأولى أو في درجة ثانية أو ثالثة الآن تكليف كبيرة هذه فنحن ناشد أيضا ليس لنا فقط لكل الأندية أنه الشركات داخل الوطن اللي تمتلك أموال وفي عندها إمكانية لدعم الأندية أن تتبنى الأندية نعم ليس فقط دعم الأندية لا تبني الأندية فهذه مطلب مطلب يعني بل أمل ليس إلا أكيد إن شاء الله كل مطالب الأندية بتتلبى عن قريب كمان إن شاء الله نعم إذن كاميرا إكستر تايم أجرت مقابلة مع المدير الفني لفريق الأصالة عبد الرحمن إدريس نشوفه ونرجع طبعا أنه بدأنا مبكرا هذا شيء طبيعي بالنسبة لنا هذه الأول مرة في تاريخه بيتأهل الممتاز نحن ما فينا نعتبر حانمة الأندية التانية بحاجة لفترة إعداد أطوال وهذا اللي صار وبالتنسيق مع الإدارة وبالتسهيلات اللي قدمتها الإدارة بدأنا بالشهر الرابع والحمد لله الأمور ماشي على أحسن ما يكون قبل كل شيء بدأنا بمنهجية إنه نحافظ على الفريق اللي ساعدنا فيه العمود الفقري للفريق والجسم التصلب للفريق اللي ساعدنا فيه اللي حافظنا عليه وبالنسبة للتعاقدات طبعا صار تدعيم الفريق وصار تطعيم بمراكز مؤسرة وبأسماء مؤسرة وعناصر مؤسرة إن شاء الله يمكن ما رحول هديك الأسماء الطنانة الرنانة بس نحن بتخدمنا كطموح يعني في البداية طموحنا السبات وحسب مراحل الدوري وحسب الفرق التانية بنعلي مستوى طموحنا بس بالبداية طموحنا السبات وجبنا الأسماء اللي بتساعدنا بتحقيق الضموح إذن سيد وليد خلينا نحكي عن حديث كابتن عبد الرحمن بأن الأصالة سيكون الحصان الأسود في الدوري إن شاء الله طبعا بهمة اللاعبين وبهمة الكابتن عبد الرحمن إدريس والجهاز الفني وأيضا أنا يمكن غفلت عن ذكر مدير الكرب النادي الكابتن رامي أبو الفول جهود جبارة يبذلها مع الكادر الفني والإداري بوجود الكابتن عبد الرحمن إدريس أعتقد أنه الكابتن عبد الرحمن إدريس من خلال تجربتي مع أغلب المدربين يمتلك عقلية فذة عقلية إدارية وعقلية فنية بنفس الوقت وهو ما شاء الله يعني حاصل على شهادات حتى من أوروبا بمستوى عالي جدا نعم فمن خلال الفكر الجيد نستطيع أن نجد عمل ومنتج جيد وإن شاء الله نتمنى أنه نظهر بوجه طيب وكما أسميت أسميت تمينا الحصان الأسود إن شاء الله نكون قد إن شاء الله إذن تثقة كبيرة بالكبتن عبد الرحمن نعم نعم إن شاء الله نجوم الأصالة تحدثوا مع أكسترا تايم نشوف شو حكو ونرجع أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب أمين أنا لقات الحمد لله مع نادي الأصالة نادي الأصالة نادي كبير يعني بصراحة يعني إدارته في جهاز فني يعني لاعبين يعني مش معروفين على مستوى البلد بس لاعبين عندهم امكانيات عالية الكابتن عبد الرحمن إدريس يعني بشتغل امكانيات النادي في تطورات كثير المشاري الحمد لله رب أمين تطورات كثير ناجحة لعبنا مع اتحاد الرمثة لعبنا مع الحسين كانت مباريات إيجابية وحمده يعني جاينا ثلاث محترفين كمان سوريين وإن شاء الله رب العالمين أنه راح يكون نادي الأصالة الحصان الأسود بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم أكيد زي ما لكل بعرف يعني نادي الأصالة نادي حديث طلع لدرجة المحترفين إن شاء الله يعني استعداداتنا جيدة بداينا صنع أربعة شهر مبلشين إن شاء الله استعداداتنا جيدة ومعانا لعبين نعم مستوى عالي إن شاء الله ربنا يوفقنا بهذا الموسم أنه نحقق ما يتمنى الإدارة والمدرب وإحنا كإدارة وجم كم الجماهير إن شاء الله ربنا يوفقنا هذا الموسم أكيد زي ما عكيت لك كفريق صعد أول مرة بلعب دور المحترفين أكيد إنه طموحنا إن شاء الله أنه الثبات في هذا الموسم وتقديمه ده جيد إن شاء الله ربنا يجي من الفيلة أفضل إن شاء الله شكرا كثيرا كبت الحمد لله إحنا عنا استقرار فني واستقرار إداري بانتظار ثلاث محترفين عسوية عالية من سوريا زي ما قلت لك عنا استقرار فني بالجهاز الفني وكلاعبين بعض اللاعبين غادروا لأسباب فنية وعوضنا محالهم الحمد لله بلاعبين جيدين ومستعدين إن شاء الله لأبو مبرا في الدورة إلى الوحدات وزي ما حكينا لبعض المواقع ناد الأصالة يشتغل بصمت إذن تفاؤل كبير من لاعبي الأصالة وبأكدوا على كلام الكابتن عبد الرحمن بأن الأصالة سيكون الحصان الأسود في الدورة رح نستكمل حديثنا بس بدنا نستعرض النتائج الأولية لسؤال شارك سؤالنا كان بيقول هل الأصالة قادر على الثبات في دوري المحترفين الموسم المقبل 33% نعم و 67% لا سيد وليد وكبتن شو رأيكم بالنسب؟ نتمنى أن تكون النتيجة تعطينا دافع للعمل بعكس النتيجة أكيد كبتن لا بالعكس التصويت الناس بعدها ما شافت الأصالة صحيح بعدها ناس ما عرفت الأصالة أنا بفرض عن الناس أثناء المسابقة إن شاء الله نعم إن شاء الله لغير الواقع كامل طيب لسه طبعا إحنا تصوتنا مستمر حتى نهاية الحلقة منتمنى من جميع مشجعي أو جمهور نادي الأصالة والأندي الأخرى كمان إنها تصوت بالإجابة على هذا السؤال كبتن بدنا نرجع لتفاؤل اللاعبين إيش رأيك؟ هاي الثقة المخوذة من الجهاز الفني إحنا مخذينها من الإدارة إحنا بنعمل كفريق واحد نعم زي ما قلت لك إحنا لعبنا مبريات ولعبنا مع فرق كويسة لها اسمها بالبلد لعبتنا شافوا إنه ما فيه فوارق ما فيه إشي صعب نعم فترة الأعداد اللي حكينا عنها وحكي عنها الكبتن عبد الرحمن فترة خفت الرهبة حسست فيه لعبين عندنا أول مرة يفوتوا محترفين والسنة الجاي إن شاء الله ببداية الموسم رح يبرزوا وسجلوا أسميهم بالمحترفين إن شاء الله يعني هو إشي كتير مختلف بالنسبة لهم دوري المحترفين بالضبط أسمها أول مرة تنزل على المحترفين عندنا تقريبا ست سبع لاعبين بإذن الله رح يلعبوا إن شاء الله أول مرة يلعبوا محترفين بس رح يكونوا محترفين إن شاء الله بإذن الله أكيد إذن تعقدات نادية الأصالة ما لها وما عليها نشوفها بهالتقرير رغم دخوله للمرة الأولى في معترك دور المحترفين لكن كانت نظرة الأصالة مختلفة عن باقي الأندية في التعاقدات فكان الهدف لدى الإدارة والجهاز الفني بقيادة عبد الرحمن إدريس المحافظة على هيكل الفريق من أبناء النادي والتعزيز بعدد محدود من اللاعبين تعاقد الأصالة مع اللاعبين محمد أبو خوصة وأحمد مرعي وسائد الدبوبي ومحمد الاعتبي كلاعبين يسد فراغات رحيل بعض اللاعبين ويكونوا مساندين لخطط وطموحات الفريق فيما ينتظر الأصالة وصول المحترفين السوريين الثلاثة الذين سيتعاقد معهم وهم ربيع جمعة وأحمد مرعش وحسن أبو زينب ويتوقع أن يشكلوا إضافة مميزة للفريق يراهن الأصالة على نجومه السابقين والجدد ليكونوا فرسان الرهان الصعب في الموسم الجديد فتبدو تشكيلة الأصالة الشابة مجهولة الهوية لكنها ستكون أمام المحكي الصعب في أولى المباريات في الموسم عندما يتقابلون مع البطل الوحدات كافتتاحية لتكون الأعين عليه فهل يظهر الأصالة كما ينتظر عشاق الحصان الأسود للموسم الجديد سيد وليد خلينا نحكي عن المحترفين السوريين فيما يخص طريقة الطريقة التي تم التعاقد معهم فيها للاعبين المحترفين نعم بدار ربيع جبعة أحمد مراش أحمد نعم طيب خلينا نحكي عنهم إذن عن المحترفين السوريين في البداية أين طرح يوصلوا؟ أظن الكابتن ذكرت في بداية الحلقة إن شاء الله كيف تم التعاقد مع هدول المحترفين؟ طبعا من خلال الكابتن عبد الرحمن إدريس عارف قدرات اللاعبين حتى في لاعبين اثنين منهم بالمتخب الأول السوري نعم طبعا ركز عليهم هاي أمور فنية ركز عليها الكابتن عبد الرحمن إدريس من خلال الثغرات الموجودة في الفريق أو النقص الموجود في الفريق أو تكملة الفريق بعناصر معينة ركز عليهم واستطاع أن يرصد أكثر من عشرات اللاعبين واختارهم من بين هؤلاء اللاعبين نعم رغم أنه تقدمنا عروض كثيرة للاعبين محترفين من مصر، من المغرب، من الجزائر، من إفريقيا، دول إفريقيا ولكن بالأخير استقرينا على اللاعبين الذين نعلم عنهم نعم والحمد لله مكملين للفريق وإن شاء الله رح يظهروا بشكل جيد لأنه عندنا معلومات كافية عنهم وبالتوفيق إن شاء الله لهم أكيد وباقي اللاعبين، عندنا لعبين مميزين وإن شاء الله كما ذكر أخي الكابتن ظاهر سيكون لهم اسم في هذا الموسم نعم كابتن ظاهر، الاستقطابات اللي صارت كيف أنتش بتشوفها؟ وهل هناك تعاقدات أخرى رح تصير غير المحترفين؟ شوف الاستقطابات اللي صارت من نادي الأصالة نوعية وليس بالكم نعم ما لدينا على الكم ونجيب لعبين لدينا على النوعية وشو بيخدمنا احنا تكميل للفريق اللي عندنا احنا عندنا فريق أساس النادي موجود جبنا النواقص اللاعبين اللي جبناهم لهم اسم بالمحترفين ولعبوا بالمحترفين بيساعدوا اللاعبين اللي ما لعبوا بالمحترفين يعني احنا الحمدلله رب العالمين يعني ممكن حراسة المرمى حمدي سعيد مثل الرمثة وأبو خوصة، محمد أبو خوصة مثل الفيصلي وعننا الحارس عدي اللي صعد النادي معهمة الشباب من الأولى على المحترفين أنا بتوقع أنه ثلاث حراس ممكن بأي حارس بيهم يقف على القول نعم الخط الدفاع الحمدلله رب العالمين عندنا لعبة الخبرة وعندنا لاعبين من 18 سنة بلعبوا بسنة 18 ولعبوا معنا بالدرجة الأولى أساسيين و18 سنة ونفس الإشي المنتصف للملعب جبنا لاعبين خبرة بإضافة لمحترف مهاجمين أضفنا من المجموعة اللي عندنا أحمد مرعي أضفنا ناس تساعد ناس فالحمدلله رب العالمين نحطين جميع الجوانب بمستوى متميز بإذن الله جميع الخطوط ما بدك تقولنا عن الصفقة السرية الصفقة السرية هنا معلنة بالغلط بالتقرير طب نأكد عليها كمان مرة عشان تكون حصري لرؤية وعد غير تكون لكم لرؤية سيد وليد والله إحنا الحمدلله رب العالمين نشتغل حتى تتم الصفقة يعلن عنها بلاش إنه نستبقى الأمور نعم وما تعرفي على التسهيل نعم إن شاء الله 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 بالطريقة التي اشتغلنا عليها ابتداء طريقة احترام الغير واحترام الذات كبتن ظاهر انا الرسالة اللي بوجهها لجماهيرنا انها لا تستعجل لا تستعجل على الفريق احنا فريق اذا الله راد وثبتنا السنة بيخدم النادي خمس سنوات احنا اغلب اللاعبين اللي عنا موقعين ثلاث سنوات واربع سنوات وخمس سنوات وعنا نسبة كبيرة من ابناء النادي لا يستعجلوا احنا نزلين لعب دوري مش رح نلعب مباراة ومبارتين وثلاثة يعني يصبروا على الفريق موسم استنوا النتائج النتائج جاية بس انها بتجينا من بداية موسم تجينا بعد الامبارة الاولى بعد الثانية فانا لا نستعجل لعيبة شباب بدهم صبر وتشجيل يعني تجربة جديدة اكيد خطوة بخطوة اكيد الفريق رح يتأقلم مع الدوري الجديد يقدم افضل ما عنده واكيد بدعم الجماهير برفع معنويات اللاعبين والادارة النادي احنا بنأكدلهم انه النتائج جاية باذن الله بس توكيتها صبر الصبر بس يصبروا علينا بس على التوكيت بالاضافة لذلك برضو احنا رسمين خطة للفئات العمرية ان شاء الله عندنا فئات عمرية متميزة ووصلت للسنة اللي فاتت مراحل متقدمة من ضمن الاربع الكبار في دوري اندية الدرجة الاولى فكان هناك لدينا لاعبين مميزين في لاعبين تم اختيارهم بالمتخبات الوطنية فان شاء الله راح نشتغل عليهم حتى يكونوا رافض للفريق فيما بعد نعم باذن الله ان شاء الله بالتوفيق في المشوار المستقبلي لنادي الاصالة وان شاء الله منشوفه كمان مش بس ثابت في الدوري في مراكز متقدمة ان شاء الله دي اشكركم على حضوركم معانا الليلة واكيد ان شاء الله لنا صدافة تانية بانجاز كل الشكر لقناة رؤية ولبرنامجك والرائع والمميز والذي نال اعجاب الجماهير الاردينية ليس مجاملة بالعكس للعمل الدقوب الذي تقومن فيه حتى في الميدان فان شاء الله برضو نقدم لكم الشكر على الاستضافة الطيبة وكل الاحترام اكيد احنا بندعم جميع الاندية وان شاء الله بالتوفيق والخير احنا بنوجه شكر كمان للكابتن فهد الصالح اشتغل بالخفاء ازلا ما لا بطلع اعلام ولا بصرح اصراركم اكتر اه لا مدر بالحراس وحتى بالتقرير ما طلع ازلا ما بشتغل من الناس اللي بتشتغل بالخفاء نعم ان شاء الله بالتوفيق للجميع ان شاء الله شكرا لكم